الجامعة الافتراضية السورية كتاب قانون العمل لمؤلفيه الدكتور أمل شربة والدكتور هيثم أطاث الوحدة التعليمية الثانية بعنوان تعريف عقد العمل وخصائصه تقدمة مبادرة ضوء بصوت محمد غازي حسن يغطي التسجيل كل من الفصل الثالث والرابع من الوحدة التعليمية الثانية أي الصفحات من 37 وحتى 53 الفصل الثالث عنصر التبعية بناء على تعريف عقد العمل الوارد في المادة 47 من قانون العمل رأينا أن العامل يخضع في قيامه بعمله لسلطة صاحب العمل ورقابته وإشرافه وهذا الخضوع يعبر عنه التبعية القانونية أولا مفهوم التبعية التبعية القانونية التي اتخذت مغيارا لتمييز العمل التابع عن العمل المستقل وبالتالي لتطبيق قانون العمل هي التي تميز في الوقت عينه عقد العمل عن العقود الأخرى التي تريد على العمل فحيثما وجدت كنا أمام عقد عمل وحيثما تخلفت كان عقدا من نوع آخر فالتبعية القانونية يقصد بها أن يقوم العامل بأداء العمل تحت سلطة صاحب العمل وإدارته فصاحب العمل يتمتع بسلطة توجيه العمل فيما يقوم به من عمل وإصدار أوامره إليه في شأنه ومراقبته في تنفيذه وفرض الجزاء عليه في حال المخالفة وتختلف التبعية القانونية عن التبعية الاقتصادية التي تتمثل في اعتماد العامل في رزقه ومعيشته على الأجر الذي يتقاضاه من صاحب العمل في مقابل العمل وطبعا لا نستطيع اعتماد معيار التبعية الاقتصادية بمعنى أن الأخذ بهذه التبعية يؤدي إلى نتائج غير مقبولة وهي تغيان عقد العمل على سائر العلاقات المتعلقة بالعمل ومن ثم تطبيق قانون العمل على كل من يستند في رزقه على عمله دون تمييز بين من يقوم بعمل تابع ومن يقوم بعمل مستقل كما أن الاعتماد على عنصر التبعية يؤدي إلى توصيف العقد استنادا إلى عنصر خارجيا عنه وهو الحالة الاقتصادية للعامل أي حاجته إلى الأجر الذي يحصل عليه من عمله كما أن الاعتماد على التبعية الاقتصادية لا يساعد في توصيف العقد فقد يعمل العامل لدى أكثر من صاحب عمل وبالتالي تتعدد مصادر رزقه بحيث يكون بعضها مصدرا تكمليا للمصدر الأساسي فهل ننفي عن العقد الذي يعد أجره بمثابة الأجر التكملي صفة عقد عمل؟ يضاف إلى ما سبق أن هناك أشخاص في وضع مالي موسر ومع ذلك يعملون لكسب المزيد من المال دون أن يكونوا بحاجة للأجر الذي سيتقاضونه فهل تنتفي صفة عقد عمل عن عقودهم؟ الإجابة عن هذا السؤال أجابت عنه المادة 47 من قانون العمل التي أكدت على اعتبار أن العقد عقد عمل إذا توافرت التبعية القانونية ثانيا أشكال التبعية قد تظهر التبعية القانونية بأشكال مختلفة تختلف باختلاف الأشخاص ونوع العمل والظروف التي يجري ضمنها العمل وهذه الأشكال تتمحور حول نوعين التبعية الفنية والتبعية الإدارية والتنظيمية 1- التبعية الفنية وفيها يخضع العامل لسلطة صاحب العمل وإشرافه خضوعا تاما بحيث يهيمن هذا الأخير على كل تفاصيل العمل فيرسم له خطة العمل ويوجهها ويشرف على تنفيذها وتوافر هذا النوع من التبعية يستلزم إحاطة صاحب العمل بجوهر العمل وجزئياته لكي يتمكن من الإشراف الكامل على العامل ولا يحدث ذلك إلا إذا كان صاحب العمل محترفا للعمل أو المهنة التي يستخدم فيها العامل مثال ذلك الطبيب الذي يتعاقد مع مستشفى خاص متخصص بأمراض القلب وصاحبها طبيب مختص بأمراض القلب وكذلك صاحب ورشة الصيانة الذي يعمل بنفسه في ورشته ويشرف فنيا على عماله 2- التبعية الإدارية والتنظيمية وفيها تقتصر سلطة صاحب العمل على تحديد مكان العمل وأوقاته والقيام بالتفتيش عليهم للتأكد من مراعاتهم للتعليمات المعطاة لهم وتنظيم مواعيد الحصول على الإجازات أي على الظروف الخارجية دون أن يتدخل صاحب العمل في طريقة أداء العامل لعمله من الناحية الفنية مثال ذلك الطبيب الذي يتعاقد مع شركة على علاج عمالها فصاحب الشركة يمارس تجاه هذا الطبيب رقابة وسلطة إدارية وتنظيمية فقط دون سلطة فنية يتبين مما سبق أن علاقة التبعية لا تستلزم حتما قيام صاحب العمل بالإشراف والتوجيه على العامل من الناحية الفنية فيكفي لقيام عقد العمل التوافر التبعية الإدارية أو التنظيمية الأجر هو عنصر جوهري من عناصر عقد العمل وشرط من شروط وجوده فإذا تخلف الأجر لا يكون عقد العمل عقد عمل بل عقد من عقود التبرع ولا يخضع من ثم لقانون العمل إلا أنه ليس من الضروري أن يتفق الطرفان صراحة على الأجر مقابل العمل إذا كانت نيتهما قد انصرفت إلى التعاقد على عمل مأجور وعملا بالمادة 647 من القانون المدني السوري يقدر أن الأجر مشروط في الحالات الآتية 1. إذا كان العمل المتفق عليه ليس من المعتاد إجراؤه تبرعا 2. إذا كان العمل يدخل في مهنة من يقوم به إلا أن وجود النية على اعتبار العمل مأجورا في هاتين الحالتين ليس أمرا نهائيا إذ يمكن إثبات عكس ما تقضيان به والأجر كما سبق وقدمنا هو العوض الذي يحصل عليه العامل في مقابل عمله أي أن كانت طبيعته وأي أن كانت تسميته ولا يخفى الدور الكبير للأجر بالنسبة للعامل لأن الأخير يعول كثيرا على مقدار الأجر لما له من طابع معاشي بالنسبة إلى أغلبية العمال بمعنى أن الأجر الذي يتقاضاه العامل من صاحب العمل يشكل مصدر الدخل الأساسي إن لم يكن الوحيد بالنسبة له لهذا فإن دورية الأجر وانتظام الحصول عليه من شأنها أن تؤمن القوت اليومية للعامل وأسرته ومن ثم فإن حصول العامل على أجر يغطي حاجاته الأساسية يعد أمرا حيويا بالنسبة له فينظر إلى الأجر باعتباره وسيلة حياة بالنسبة للعامل لذلك يجب أن يتحدد بما يكفل حدا أدنى من مستوى المعيشة اللائقة تحديد الأجر عرفت المادة الأولى من قانون العمل الأجر بأنه كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه نقدا أو عينا مضافا إليه جميع العلاوات المقررة للعامل بموجب عقود العمل الفردية أو اتفاقات العمل الجماعية أو الأنظمة الأساسية للعمل سواء كان الأجر يوميا أم أسبوعيا أم شهريا أم موسميا أم سنويا ولا يدخل في مفهوم الأجر بدلات السفر والمصاريف اليومية التي يتكبدها العامل في معرض أدائه لعمله ويتضح من هذا التعريف أن الأجر هو مقابل العمل الذي يؤديه العامل بموجب عقد العمل وبناء عليه لا يعد أجرا ما يتقاضاه العامل ولا يكون بسبب ما قام به من عمل وتبدو أهمية التحديد القانوني للأجر وهل هو كل ما يتقاضاه العامل من صاحب العمل أو لا من حيث التكييف القانوني وأثره في حقوق العامل من الاستفادة من المزايا والحقوق إن كان بالنسبة للأجور أو بالنسبة للإجازات أو تعويد إنهاء العقد والأجرة غالبا ما تتجلى بمبلغ من النقود وقد يشترط أن تكون عينية كلها أو بعضها ولكن لا يجوز أن تدفع الأجرة عينا إذا كان شرط دفعها نقدا 1. حساب الأجر على أساس الزمن 2. حساب الأجر على أساس الإنتاج 3. حساب الأجر بالطريحة الأسلوب المختلط 1- حساب الأجر على أساس الزمن قد يحدد الطرفان المتعاقدان الأجر على أساس الزمن أي على أساس وحدة زمنية معينة قد تكون الشهر أو الأسبوع أو اليوم أو الساعة دون ملاحظة مقدار ما أنجزه العامل من عمل أو مقدار ما أنتجه بحيث يحصل العامل على أجر يتناسب مع الوقت الذي أنضاه في العمل أو الزمن الذي يستحق عنه الأجر فيكون أجر العامل 100 ليرة في الساعة أو 500 ليرة في اليوم أو 15 ألف في الشهر إلى آخره ونؤكد هنا أن حساب الأجر على أساس الزمن أي على أساس الوحدة الزمنية يضمن مصلحة أفضل للعامل وأكثر الصور منجزة بالنسبة إلى العامل هي حساب الأجر على أساس الشهر فالأجر الشهري يحدد جزافا أي أنه لا يأخذ بعين الاعتبار عدد ساعات العمل أو عدد أيام العمل الفعلية خلال الشهر كما أنه يضمن للعامل استقرارا في الأجر حيث أن الأجر في هذه الحالة لا يتأثر بإنقاص ساعات العمل اليومية أو بالأيام التي لا يعمل فيها لهذا تعد هذه الطريقة في حساب الأجر هي الأكثر انتشارا في سوريا وفي دول العالم ولكن من عيوب هذه الطريقة في حساب الأجر أنها لا تدفع العامل إلى بذل المزيد من الجهد لزيادة الإنتاج لأنه مطمئن على أنه سوف يتقاضى أجره في نهاية الوحدة الزمنية المتفق عليها لهذا فإنه لا يعمل إلا بالقدر الذي يضمن بقاءه في العمل مما يؤدي إلى النقص في الإنتاج كما أن هذه الطريقة في حساب الأجر تساوي بين أصحاب الكفاءات المتفاوتة 2- حساب الأجر على أساس الإنتاج يحسب أجر العامل وفقا لهذه الطريقة على أساس ما ينتجه بغض النظر عن الوقت الذي يستغرقه في هذا الإنتاج ويفضل أصحاب العمل هذه الطريقة لأنها تحط العامل على زيادة إنتاجه لزيادة أجره ولكن لها آثارا سيئة على العامل وعلى الإنتاج فبالنسبة للإنتاج يؤدي ذلك إلى زيادة الكم على النوع أما بالنسبة للعامل تدفعه هذه الطريقة إلى إرهاق نفسه وتحميلها فوق طاقتها للحصول على أجر أكبر كما أن هذه الطريقة لا تضمن له أجرا ثابتا ومحددا يضبط معيشته على أساسه فقد لا يصل أجر العامل في بعض الحالات إلى الحد الأدنى القانوني للأجر مما يستلزم حساب أجره على أساس الزمن ولو كان الاتفاق أن يكون التقدير على أساس الإنتاج أما بالنسبة لتحديد الأجر اليومي بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بالإنتاج فتتميز الطريقة التي تتخذ في تحديد مقدار الأجر اليومي بالنسبة للعمال الذين يتقاضون أجورهم على أساس الوحدة الزمنية بالسهولة والوضوح ولكن الصعوبة تثار بالنسبة للعمال الذين تحدد أجورهم على أساس الإنتاج نظرا لأن مقدار الإنتاج قد يزيد في يوم وينقص في يوم آخر وقد يعملون أياما ولا يعملون أياما أخرى وتبدو أهمية معرفة الأجر اليومي بالنسبة لهؤلاء العمال لتحديد ما يستحقونه أثناء الإجازات الثانوية أو المرضية أو الراحة الإسبوعية أو في حالات العطل أو التوقف عن العمل ويكون حساب متوسط الأجر الشهري لهؤلاء العمال على أساس متوسط ما يتقاضاه العامل في السنة الأخيرة مقسوما على عدد أشهر السنة المادة 77 قافعين فلو أن عاملا قد تقاض خلال السنة الأخيرة من عمله مبلغا وقدره 300 ألف ليرة سورية فيحسب متوسط الأجر الشهري من خلال قسمة هذا المبلغ على عدد أشهر السنة فالناتج هو مقدار الأجر الشهري للعامل 3- حساب الأجر بالطريحة الأسلوب المختلط تجمع هذه الطريقة بين طريقتي حساب الأجر بالزمن وحسابه بالإنتاج وذلك لتجنب ما يلحق بكل منهما من عيوب ومفاد هذه الطريقة أن يتم حساب الأجر على أساس الزمن ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار مقدار الإنتاج في نفس الوقت بحيث يزيد الأجر بزيادة الإنتاج أو ينقص بنقصانه وتبرز هذه الطريقة عندما يحدد للعامل أجر يومي على أساس إنتاج حد أدنى من القطع بحيث يزداد هذا الأجر في مقابل كل قطعة أو وحدة ينتجها العامل زيادة عن الحد الأدنى المتفق عليها والعكس صحيح أو قد يحدد للعامل أجر على أساس وحدة زمنية ساعة أو يوم أو أسبوع أو شهر ما إعطائه مبلغا محددا عن كل وحدة ينتجها ولقد تجنبت هذه الطريقة في حساب الأجر عيوب طريقة حساب الأجر بالزمن إلا أنها لم تتفادى مساوئ طريقة حساب الأجر على أساس الإنتاج فقد يترتب عليها أيضا سعي العامل إلى زيادة الإنتاج على حساب النوعية كما أن هذه الطريقة قد تدفع بالعمال إلى التسابق إلى زيادة الإنتاج أملا في زيادة الأجر بما يؤدي إلى زرع بوادر الخلاف والشقاق بينهم فضلا عما يترتب عن ذلك من إجهاد للعمال مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بهم صحيا ولكن هذه الطريقة رغم هذه المآخذ تمكن العامل من ضمان حد أدنى من الأجر مع إمكانية زيادته للعامل النشيط كما أنها تضمن لصاحب العمل حدا أدنى من الإنتاج على خلاف طريقة حساب الأجر على أساس الزمن وحده دال التحديد القانوني للأجر ألف تشكيل اللجنة الوطنية للحد الأدنى للأجور لم يشأ المشرع أن يترك تحديد الأجر حرا بين العمال وأصحاب العمل لما قد يرتب على ذلك من ظلم قد يلحق بالعامل نتيجة حاجته للعمل بأن يخفض له الأجر أو ظلم يلحق بصاحب العمل إذا كان بحاجة لخدمات العمل فيفرض عليه أجرا مرتفعا فأخذ المشرع بمبدأ تعيين الحد الأدنى للأجر في جميع المهن والحد الأدنى هو ما يكفي للقيام بحاجات العمل الأساسية وقد عين القانون لتحديد الأجور هيئة وطنية سندرس أحكامها وفق الآتي عملا بنص المادة 69 قافعين ألف تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسته لجنة تسمى اللجنة الوطنية للحد الأدنى العام للأجور وتضم كلا من واحد وزير شؤون الاجتماعية والعمل اثنان وزير المالية ثلاثة وزير الاقتصاد والتجارة أربعة رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال خمسة رئيس اتحاد غرف التجارة ستة رئيس اتحاد غرف السياحة سبعة رئيس اتحاد غرف الصناعة ثمانية نقيب مقاولي الإنشاءات ب تستعين اللجنة بمن تراه مناسبا من العاملين في الدولة والخبراء وتصدر قرارات اللجنة بتوقيع من رئيس مجلس الوزراء وتعد ملزمة لأصحاب العمل المشمولين بأحكام هذا القانون ب ضابط الحد الأدنى للأجر تقرر المادة 74 قافعين بأنه لا يجوز أن يقل الحد الأدنى العام لأجر العمال العاديين غير المتدرجين الخاضعين لأحكام هذا القانون عن الحد الأدنى العام للأجور ويحدد الأجر في عقد العمل الفرزي أو بالاستناد إلى اتفاق العمل الجماعي أو إلى النظام الأساسي للعمل في المنشأة أما إذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق استحق العامل الحد الأدنى للأجر في المهنة أو الحرفة ذات العلاقة المدى 76 قافعين وفي حال قبول العامل بإبرام عقد عمل بأجر بما هو دون الحد الأدنى لأجر المهنة التي يمارسها لا يفيد تنازله عن الحد الأدنى لتعلق ذلك بالنظام العام هاء صور الأجر وملحقاته يبرز من تعريف المادة الأولى قافعين أن الأجرة التي يستحقها العامل هي كل ما يعطى له مقابل عمله وبحكم ارتباطه بعقد العمل وقد أظهر الواقع العملي صورا مختلفة للأجر تختلف تسمياتها فكان لابد من تحديد ما يعد أجرا وما لا يعد كذلك وهو ما سنوضحه وفق الآتي العمالة أو العملة كما هو شائع في تسميتها في اللغة الدارجة وتتمثل بنسبة مئوية تدفع للعامل عن ثمن ما يبيعه المدى 649 قافعين أي نسبة مئوية من قيمة الصفقات التي تمت بجهد العامل ولمصلحة صاحب العمل كمندوب التأمين الذي يبرم وثائق تأمين مع الأشخاص لصالح شركة التأمين وقد تكون العمالة جزءا من الأجر الذي يتقاضاه العامل بحيث يحدد أجر العامل بمبلغ مقطوع وبذلك تعد العمالة ملحقة بهذا المبلغ المقطوع لكنها قد تمثل في بعض الأحيان كل ما يحصل عليه العامل من أجر فتكون هي الأجر الوحيد له 1- حساب العمالة تقدر العمالة على أساس نسبة مئوية من قيمة الصفقة بغض النظر عما إذا كان صاحب العمل قد حقق أرباحا أم لا وبذلك فهي تختلف عن حساب الأجر على أساس المشاركة في الأرباح حيث يفترض أن صاحب العمل قد حقق أرباحا وإلا فلا يستحق العامل شيئا سوى ما نص عليه القانون من ضرورة حصول العامل على الحد الأدنى للأجر 2- حق العامل في استحقاقها 3- القاعدة أن العمالة تستحق للعامل بمجرد إتمام الصفقة التي توسط في إتمامها بغض النظر عن تنفيذ العقد ولكن يجب الإشارة إلى أن حق العامل في استحقاق العمالة ليس مقيدا بقبض صاحب العمل قيمة الصفقة التي توسط في إتمامها بل يتحدد هذا الحق استنادا إلى الجهد الذي بذله لمصلحة صاحب العمل وهو ساعيا إلى إتمام الصفقة ولكن هذا لا يمنع من الاتفاق على تأجيل استحقاقها إلى حين تنفيذ العقد والوفاء بالثمن ومثل هذا الاتفاق لا يمنع استحقاق العامل للعمال إذا كان عدم تنفيذ الصفقة راجعا إلى قطأ صاحب العمل كعدم مطابقة البضاعة المباعة للعينة b- المزايا العينية الغالب في أوساط العمل أن يكون الأجر مبلغا من النقود ولكن ذلك لا يمنع من أن يكون الأجر عينيا أي أشياء ذات قيمة مادية كالطعام واللباس والمسكن وقد يكون منفعة أو تقديم خدمة ويسمى الأجر في مثل هذه الحالات بالأجر العيني كما كان شائعا في القديم من كون الأجر في بعض الحالات عينيا بشكل كامل ويغلب اليوم إذا وجد الأجر العيني أن يكون مجرد أجر إضافيا إلى جانب الأجر الأساسي النقدي كما هو الحال بالنسبة لبعض الفئات من العمال حيث جرت العادة أو تقتضي الضرورة أو تفترض طبيعة عملها الحصول على جزء من الأجر عينيا كعمال البحر يتقادون بالإضافة إلى الأجر النقدي المسكن والمأكل وعمال الفنادق والمطاعم يتقادون إضافة إلى الأجر المأكل والإقامة 1- شروط اعتبار المزايا العينية أجرا 1- تتطلب المزايا العينية أداء متكررا من صاحب العمل طوال مدة العقد كتقديم الطعام أو المسكن 2- أن لا تكون تبرعا من صاحب العمل وإنما حقا للعامل 3- أن لا تكون من أدوات العمل كاللباس الرسمي الذي يقدم في بعض أماكن العمل بل يجب أن تكون في مقابل العمل المقدم من العمل 4- أن تكون دون مقابل يدفع من العمل فإذا كان العامل يدفع مقابلا للسكن الذي يقدم له من صاحب العمل فإن هذا المقابل لا يجعل منه مزايا عينية بغض النظر عن قيمة هذا المقابل أي سواء كان هذا المقابل يعادل القيمة الحقيقية للميزة أم يقل عنها 2- الآثار التي تترتب على اعتبار المزايا العينية أجرا يترتب على اعتبار ميزة عينية أجرا أو جزءا من أجر سريان أحكام الأجر فهذه الأحكام لا تقتصر على الأجور النقدية ولهذا يلتزم صاحب العمل بأدائها للعامل ولا يجوز لصاحب العمل كذلك الانتقاص منها بإرادته المنفردة وإذا استحال عليه الوفاء بالميزة العينية لسبب أجنبي يلتزم عندئذ بدفع بدل نقدي عنها ولذلك فيجب تقويم هذه المزايا بالنقود وإضافة قدرها إلى الأجر النقدي وذلك عند تحديد مقدار الأجر كاملا تظهر العلاوة في أشكال عدة سنقوم بتعدادها ثم نقرأ الشرح 1- علاوة الترقية 2- علاوة غلاء المعيشة 3- علاوة أعباء العائلة أي التعويض العائلي 1- علاوة الترقية يقصد بها كل زيادة في الأجر يستحقها العامل نتيجة لزرقيته أثناء خدمته لصاحب العمل وهي عبارة عن مبلغ نقدي يضاف إلى أجر العامل إما بصورة دورية أي في مواعيد دورية تتناسب مع خدمته بحيث يستحقها العامل في نهاية كل فترة زمنية من الخدمة أو قد تقرر لاتبار خاص في العامل كحصوله على شهادة علمية أعلى مما كان حاصلا عليه سابقا وتحدد برقم ثابت يضاف إلى أجر العامل أو بنسبة مئوية من الأجر وهذه العلاوة لا تستحق إلا إذا وجد التزام على عاتق صاحب العمل أن يدفعها سواء كان مصدرها هذا الالتزام في عقد العمل الفردي أو الجماعي أو في لائحة النظام الأساسي للعمل أو إذا جرى العرف بدفعها من مقتضيات العدالة أن تراعى التبدلات التي تطرأ على نفقات معيشة العامل فيعطى تعويضا هو علاوة غلاء المعيشة ويجب منحه هذه العلاوة في كل فترة زمنية وبشكل يتناسب والإحصاءات التي تجريها الإدارات المختصة لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض القوة الشرائية للنقود مما يقلل من القيمة الحقيقية للأجر ونحن نرى أن فرض هذه العلاوة على أصحاب العمل لا يسبب لهم الإرهاق بما أن البضائع والسلع التي تنتجها منشآتهم تزداد قيمة تبعا لازدياد قيمة خدماته وإنتاجه في حين يبقى العامل مرتبطا بأجر لا يجري عليه أي تعديل يغطي متطلبات ارتفاع تكاليف الحياة وهنا نؤكد على الطبيعة القانونية لعلاوة غلاء المعيشة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأجر 3- علاوة أعباء العائلة أي التعويض العائلي كانت هذه العلاوة تعد من قبيل المنح التي يقدمها صاحب العمل إلى العامل كمساعدة في تحمل أعبائه العائلية وكنتيجة لزيادة أعبائه العائلية المتمثلة في الزواج وإنجاب الأطفال ولهذا فإن هذه العلاوة لا يصح اعتبارها جزءا من الأجر لأن الأجر بالمعنى القانوني الدقيق لا بد أن يكون في مقابل العمل ويبدو أن الرغبة في إفادة العامل هي التي دفعت المشرع لمد سريان النظام القانوني للأجر على هذه العلاوة حيث تشترك مع الأجر في توفير معاش العامل ومعاش أسرته إلا أن قانون العمل لم ينص على التزام صاحب العمل بدفعها للعمال ولهذا فلا يلتزم بدفعها للعمال إلا إذا ورد النص عليها في عقد العملي الفردي أو الجماعي أو لائحة النظام الأساسي أو إذا جرى العرف بدفعها المدى 649 قانون مدني دال المنحة والمكافأة واحد المنحة يجري عادة في بعض المنشآت صرف مبالغ معينة لعمالها عند انتهاء موسم معين أو انتهاء سنتها المالية أي منحة الشهر الثالث عشر أو في مناسبة من الأعياد وهي عبارة عن مبلغ نقديا من المال أو أشياء عينية ومن حيث المبدأ إن صرف المنحة يعد من قبيل التبرع وبالتالي ليس لها صفة الإلزام لصاحب العمل ولكن هذه المنحة تصبح جزءا من الأجر وتفقد بالتالي صفتها التبرعية في حالتين الحالة الأولى إذا التزم صاحب العمل بأتائها إلى العامل بموجب نص في عقد العمل الفردي أو عقد العمل الجماعي أو ورد النص في لائحة النظام الأساسي للعمل الحالة الثانية جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءا من الأجر لا تبرعا أي يجب أن يتوافر في منحها من قبل صاحب العمل صفة الثبات والعمومية والاستمرار مما يدل على انعدام حرية صاحب العمل في منحها وإذا أصبحت المنحة إلزاما على صاحب العمل فإنها تعد من ملحقات الأجر لهذا يلتزم صاحب العمل بأدائها للعمل بغض النظر عما إذا كانت المنشأة قد حققت أرباحا أو لحقت بها خسائر 2- المكافأة هي نوع من المنح يعطيها صاحب العمل للعمل ليس في مناسبات معينة بل في مقابل أمانته وإخلاصه أو كفاءته المادة 649 على 3 قانون مدني أي مقابل جهد إضافيا أو عناية خاصة بذلت في تنفيذ العمل كالمكافأة التي تصرف للعمل الذي يحقق ويفرا في المواد الأولية المستخدمة في الإنتاج أو الزيادة المحققة في قدر الإنتاج أو التزامه الدقيق بمواعيد العمل وعدم ارتكابه أي مخالفات كالمكافأة التي تقررها شركة النقل لاقتصاد الوقود أو لضبط المواعيد أو لتفادي حوادث سير أو زيادة مؤهلاته الفنية أو معرفته بلغات أجنبية ومن حيث المبدأ تعد المكافأة كالمنحة تبرعا من قبل صاحب العمل لهذا فإنه لا يلتزم بأدائها إلا إذا كانت مقررة في عقد العمل الفردي أو المشترك أو لائحة النظام الأساسي للعمل أو جرى العرف بدفعها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءا من الأجر لا تبرعا الوهبة أي البقشيش مبلغ من النقود يتقاضاه العامل لا من صاحب العمل بل من عملائه وذلك بمناسبة عمل يؤديه تنفيذا لعقد العمل دون أن تربطه بهم أي رابطة تعاقدية وتكون دلالة عن رضا العميل عن خدمة العامل المنفذة ويشترط لاعتبار الوهبة أجرا الشرط الأول أن يكون العرف قد جرى بدفعها عملا بنص الفقرة الأولى من المادة 650 من القانون المدني مما يصبغها بالمشروعية كي لا تنقلب إلى رشوة الشرط الثاني أن تكون للوهبة قواعد تسمح بضبط مقدارها الشرط الثالث أن لا تكون خفية واو البدل يقصد بالبدل المبلغ النقدي الذي يتقاضاه العامل من صاحب العمل لتعويضه عن افتقار في ذمته نتيجة ما تكبده من مصروفات في سبيل قيامه بالعمل المطلوب منه كبدل الانتقال إذا كلف بالعمل بعيدا عن مكانه المعتاد وبدل السفر إذا كانت طبيعة العمل تستلزم منه التنقل وبدل التمثيل والضيافة الذي يصرف للعامل لمواجهة الالتزامات التي يفرضها عليه المركز الذي يشغله كظهوره بمظهر معين ونفقات استقبال العملاء في المكتب وبدل الملابس إذا ألزمه صاحب العمل ارتداء ملابس معينة ويتضح مما سبق أن البدل بهذا المعنى لا يعد جزءا من الأجر لأنه ليس مقابلا للعمل الذي يؤديه العامل وإنما هو تعويض عن نفقة أو خسارة لحقت بالذمة المالية للعامل ولكن عندما يحسب البدل جزافا بحيث يزيد مقداره عن النفقة الحقيقية أو الخسارة التي جاء البدل ليعوضها ففي هذه الحالة تحسب زيادة جزءا من الأجر ويسري عليها نظامه القانوني كما يعد البدل جزءا من الأجر إذا أعطي إلى العامل لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها في أدائه لعمله كبدل طبيعة العمل وبدل العدوى وبدل الخطر وبدل العمل في الأماكن النائية وغيرها من الأبدال التي ترتبط بطبيعة العمل زي المشاركة في الأرباح كثيرا ما نجد في مجال المحلات التجارية اتفاقا بين صاحب العمل وعماله على أن تكون أجورهم محسوبة على أساس نسبة معينة من أرباح المتجر أو أن يخصص لهم نسبة معينة من الأرباح إضافة إلى أجرهم المقطوع وذلك تشجيعا لهم على بزل جهد أكبر حيث يصبح العامل معنيا بنجاح المتجر المادة 657 من القانون المدني ويلاحظ أن النسبة المئوية في الإرباح تختلف عن الحصة في الربح فالنسبة المئوية تستحق سواء حقق صاحب العمل ربحا أم لم يحقق بل ولو أصيب بخسارة إذ تحسب النسبة على أساس رقم مبيعاته أما حصة الأرباح فلا تستحق إلا إذا حقق صاحب العمل ربحا فإذا لم يحقق المشروع ربحا في سنة معينة سقط حق العمل في هذه النسبة ولا صعوبة في الأمر عندما تكون هذه النسبة مضافة إلى مبلغ مقطوع متفق عليها ولكن الصعوبة سوف تثور عندما تكون هذه النسبة هي كامل الأجر ولا يحقق المشروع ربحا وباعتبار أن الأجر هو أحد العناصر الأساسية لعقد العمل لهذا يستحق العامل في هذه الحالة الحد الأدنى لأجر المهنة التي يؤديها المادة 648 من القانون المدني ولا بد من الإشارة إلى أن انتهاء خدمة العامل أي أن كان السبب قبل انقضاء السنة المالية بل يستحق جزءا من أرباح السنة يتناسب مع مدة الخدمة التي قضاها في العمل تمارين اختر الإجابة الصحيحة ينتفي وجود عقد عمل عند عدم الاتفاق على الأجر إذا أثبت صاحب العمل أن 1- العمل ليس من النوع الذي جرت العادة على التبرع به 2- العامل يتحمل جزءا من الخسارة 3- الأجر هو نسبة من الأرباح 4- العمل ليس داخلا في مهنة من أداها والإجابة الصحيحة هي رقم 4 أي ينتفي وجود عقد عمل عند عدم الاتفاق على الأجر إذا أثبت صاحب العمل أن العمل ليس داخلا في مهنة من أداها نهاية الصفحة 53 ونهاية الوحدة التعليمية الثانية ونهاية التسجيل